تنظيم داعش في العراق حاول منذ أن سيطر على محاف أو مدينة الموصل في العاشر من حزيران يونيو 2014 على تطوير المواد الكيميائية البدائية التي استخدمها أو التي عثر عليها في مقرات ومعسكرات الجيش العراقي في الموصل وكذلك المواد البدائية والأولية التي حصل عليها وعثر عليها في جامعتي تيكريت والموصل رغم مرور عامين أو عامين ونصف على سيطرة على مدينة الموصل وتمكنه من فعل كل ما يريد وسلاسة تنقله بين المحافظات التي كان يسيطر عليها إلا أنه عاجزة عن تطوير هذه الأسلحة الكيميائية لأنه فقط بقي يعتمد على غاز الخردل الذي يمكن صناعته لو سألتم الخبراء المختصين يمكن صناعته من مواد أولية من كيلور وتعقيم المياه من مواد أخرى مواد التنظيف التي تستخدم